انتقد تقرير أمريكي السياسات التي تتبعها الإدارة الأمريكية في ليبيا والتي اعتبر أنها قصيرة المدى تعطي أولوية لمكاسب عسكرية محدودة ضد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة فوق معالجة الأسباب الجذرية لظهور المجموعات الجهادية بالمقام الأول وقال التقرير الذي أعده مشروع كريتيكال ثريتز التابع لمعهد أمريكا انتربرايز أيضا إن الإدارة الأمريكية أخطأت لأنها وضعت هزيمة داعش هدفها الأول في ليبيا وغيرهم بلدان منطقة مع أهمال الحاجة لتغيير الظروف التي سمحت للتنظيم بالظهور والتوسع وقال التقرير إن طرد عناصر داعش من سيرت على يد شركاء واشنطن المحليين فاقم الخلافات السياسية القائمة بالفعل والتي كانت السبب الرئيس في إشعال الحرب منذ البداية وتحدث التقرير عن اقتراحات بعض الدوائر الأمريكية دعم قائد الجيش المشير خليفة حفتر وقال إن دعم حفتر لن يقيم نظام حكم جيد لكنه مجرد اختصار مغرن سيضر بالنهاية المصالح الأمريكية لكنه قال إن حفتر مكون مهم في العملية السياسية والتسوية لكنه ليس الإجابة ودعت تقرير الإدارة الأمريكية لإعادة تقويم استراتيجيتها في ليبيا لحل الصراع وإضعاف المجموعات المسلحة الجهادية وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل وأشار التقرير إلى نقطة أخرى وهي أن أي حكومة يرأسها حفتر قد تفاقم الأوضاع التي سمحت للمجموعات الجهادية بالظهور والعمل إذ يصنف حفتر جميع خصومه الإسلاميين كإرهابيين ولن يساعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي جاء ضمن بيان باريس في دفع حفتر على وقف حملته للقضاء على الإسلام السياسي مما يزيد من الاستقطاب الراهن ويدفع الإسلاميين الوسطيين إلى أحضان المجموعات الجهادية المتشددة والقتال من أجل بقائهم إضافة إلى ذلك لا تملك القوات الليبية القدرة الكافية على تأمين جميع الأراضي الليبية فيما بينها الحدود الجنوبية بطريقة تضمن تأمين المصالح الأمريكية والأوروبية